نشرت مديرية الدفاع المدني في دهوك أحدث إحصائية بشأن أضرار الفيضانات في المحافظة وقالت المديرية أن نحو عشر منازل تهدمت وأنقذت فرق الدفاع المدني نحو 328 شخص غالبيتهم كانوا في مركز المحافظة بينما تم إنقاذ ثلاثة أشخاص في نهر منطقة مانجيش وضفت المديرية أن فرق الدفاع المدني نجحت في إنقاذ نحو 500 شخص آخر ونقلهم إلى أماكن آمنة وأوضحت بأن نحو 25 شارعا رئيسيا تعرضت لأضرار مختلفة بعض منها خرجت عن الخدمة كما تضررت نحو 15 مؤسسة بينما تسربت مياه الأمطار إلى نحو 435 منزلا مخلفة أضرار متفاوتة بينها 35 منزلا في قضاء سميل وبينات نحو مئتا سيارة طالتها أضرار الفيضان كما تضرر نحو 40 متجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر